اشتركوا في القناة غير مسبوق حيث كانت لهم وقفة مشرفة تجسدت فيها الهوية البحرينية الأصيلة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري مشيرا جلالته إلى أنه وبعد مرور 21 عاما على هذه الذكرى العزيزة تواصل المملكة المضية قدما في مسيرتها الحضارية الشاملة بفضل تكاتف جميع أبنائها ووحدتهم وما يتميزون به من عزيمة وإخلاص ورؤية نبيلة لخدمة وطنهم ورفع رايته في جميع المحافل كما أضاف جلالته أن ثوابت المثاق بروحها المتجددة ورؤيتها الواعدة ستظل دافعا لأبناء البحرين نحو المزيد من البناء وتعزيز دور المؤسسات التشريعية وفتح أفاق أرحب للمشاركة الشعبية وفق النهج الديمقراطي المتطور وأشار جلالة الملك المفداء يده الله إلى أن الإيمان بضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات هو السبيل الناجح لترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون تمييز مؤكدا على أن المملكة ستعمل دوما على تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش في مجابهة التطرف والتعصب وسترسخ دعائم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني وستظل بإذن الله واحة للخير والمحبة والسلام وقد أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن اعتزازه وتقديره لما تم تحقيقه من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وفق ما وجه به جلالته أيده الله معربا جلالته عن تطلعه بأن يكون هذا الإنجاز دافعا لمزيد من الخدمات المتكاملة لصالح المواطنين وحول ما يشهده العالم من تطورات أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين اختارت السلام نهجا والحوار خيارا استراتيجيا ونبذى فكر التطرف والكرهية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لصالح الشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال تركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل داعيا الله تعالى أن يعمى السلام والمحبة بين الجميع كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالإنجازات المهمة التي حققتها السلطة التشريعية على صعيد تطوير القوانين والتشريعات منذ انطلاقة المسيرة الديمقراطية في المملكة مثنيا رعاه الله على مستوى التعاون الإيجابي والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأهمية تعزيزه لتحقيق كل ما فيه الخير والازدهار للوطن والمواطن وأشاد صاحب الجلالة بالعطاء المخلص لأبناء البحرين رجالا ونساء وتفانيهم في خدمة بلدهم وإعلاء رايته في كل المحافل الدولية كما أشاد جلالته بأخلاق أهل البحرين الكريمة وحرصهم على الاحترام المتبادل فيما بينهم وترابطهم وتكاتفهم وذلك نابع من هويتنا البحرينية التي نعتز ونفخر بها كما أثنى رعاه الله بالطاقات الشبابية وأهمية الحرص على إتاحة الفرص لها فقد أثبتت كفاءتها في خدمة وطنها بكل اقتدار منوها بما يتميز به المجتمع البحريني على مر تاريخه العريق من قيم أصيلة في التسامح والتعايش والتعددية والتي عززت من قوته وتكاتفه وانعكست على مكانة المملكة كنموذج حضاري بين الأمم والشعوب وأن ميثاق العمل الوطني كان انطلاقة متميزة لتحقيق كل الطموحات والتطلعات المنشودة وعزز من عملية الإصلاح والتحديث والمشاركة الشعبية ورسخ حقوق المرأة البحرينية كما أنه نقطة تحول مهمة في تاريخ مملكة البحرين نحو بناء المستقبل الزاهر معربا أيده الله ورعاه عن تقديره لما يبذله جميع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جهود طيبة وما يتسمون به من كفاءة وعزيمة صادقة مؤكدا أن رجال قواتنا البواسل هم درع الوطن المنيع الذين يؤدون واجبهم الوطني في ميادين الشرف والبطولة داخل البلاد وخارجها بكل شجاعة واقتدار وهم موضع فخر واعتزاز للجميع دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر